شريف شعبان مرئيس القناة الأهلي يا شريف أهلا بيك أهلا بيك تحت لك زميل أمير ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما تفضلت قول عشان نعرف شوية من تمرين نادي الأهلي أبدأ لك بخبر مفرح لك والكل جماعيري نادي الأهلي عمر السلية يهز لمبارات القمة عمر السلية بيشارك النهاردة في التمرينات من أول جيئة إلى الآن بيشارك فيها التأسيمة بكل قوة ظهر بكل قوة يمسك الخشب ما شاء الله معه رسلية بيعلن جاهزيته كويس كويس جدا مبارات القمة يوم الثبت المقبل بياذن الله فالحمد لله البوادر كلها بتشير إلى البرنامج الطب الدكتور على أعلى على مستوى التجهيز على أعلى على مستوى الشهد محموم تولي ممكن بيعمل التمرات البدنية اللي واحده حاول الملعب ممكن تلاقي بكرة وبعد بكرة في التمرين بياذن الله النهاردة كريم ندفت أيضا ببدأ النهاردة أو اليوم يشارك فيه الجري حوالين الملعب والحمد لله الشكل ومطمئين بتكلم في عشرة يام بإذن الله ويكون يبدأ خلاص بها يخش في التمرين مرام محصن أيضا أمامي آآ بيجري برضو التدريبات البدنية ما شاء الله يمكن الخطوة طاعته آآ بدأ يجري سبريتات فالدنيا ماشي طويس هو بتكلم برضو عشرة يامة وقلب يعني الحمد لله بتكلم في قليل من أسبوعين هتلاقي بإذن الله بإذن الله بإذن الله الأهلي بدون إصابات أنا حبيت أفرحك بس سبدا معاك يمكن بحالة المصابين في النادي لا خبر مهم في الحقيقة ويجبك خبر طبعا عودة السلية العصر الهامة في وسط ملعب يبقى تأكيدا خبر الأمس عمر السلية خلاص جاهز بنسبة 100% لمباراة الزمالك إن شاء الله والنهاردة بيأخود التدريبات زميلنا العزيز شريف شعبان بيأخود التدريبات من بدايتها حتى نهايتها ده معناه أن اللعب خلاص جاهز بشكل طيب يشريف طمنا بقى على فقرات المران النهاردة وخصوصا الفريق استقنف تدريباته بعد راحة كانوا يومين مبارح وأول تمام بيمكن طبعا بعد أجازها استمرت حوالي يومين النهاردة من تفيلر التمع مع اللعبين ومدير الكرة الكابسي ستبقى عن سالة الحديث طبعا نتكلمه مع اللعبة حوالي خمس أي تركيز فقط في مباراة الدوري القادمة التركيز فقط في مباراة الدوري فقط لغير عدم التفكير أو الكلام حتى عن مباريات أفريقيا عن القرع من الفرق اللي نقالها لعبها لده سابق الأوان ومحدش يتكلم مجمع تحذير من المدير الكرة الكابسي محدش يتكلم غير عن مباريات الدوري التركيز فقط في المعدرة المحلي وعدم الخوض في أي مباراة تخص بطولة أفريقيا إلى أن ييجي معدها يمكن أن بعد هذه التعليمات أو محاضرة لستمرت حوالي خمس في الملعب كان فيه جاري حوالي الملعب لقطرة كبيرة لأنه طبعا هم راجعين من أجازة طويلة وبعد كده كان فيه طلاط والآن في تقديم أمامي في وسط الملعب يمكن بيتعلق فيها السلية بيتعلق فيها يعني لعبة كتيرة جدا من النادي الأهلي محمد محمود مش عاوز أقول لافت النظر محمد محمود ربنا أحميها رب نجب على الطريق نجب بإذن الله جاية الفترة القادمة يمكن هيبقى لي دور الفترة المقبلة بإذن الله حرست مربع على كانب الآخر تمرينك خوية جدا شريف إكرامي وعلي لطفي بيتعلق فيها شريف وعلي بشكل ملفت للنظر تمرينة قوية جدا 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 تقلق فيها السنائي وكان فيه منافسة شديدة جدا ما بينهم يمكننا أحمد كلمان محال الأداء في جهاز طبعا النادي الأهلي أعد بعض الفيديوهات الخاصة بمقريات الزمالك نقاط الضعف نقاط القوة لفريق الزمالك كل ما يخص عن فريق الزمالك اتترج عليه مستر فايلر هو باقي جهاز ويمكن اتباعا في الأيام القادمة هيبدأ لعابنا للأهل في مشاهدة هذه الفيديوهات طبعا يوم الاثنين هيكون موجود علي معلول يوم الثلاث بإذن الله هيكون موجود باقي اللاعبون التويين المصريين في تمرين النادي الأهلي يومكن اه فايلر اه ممكن انا اريدها في الاشترا الميديا الفترة اللي فاتت اخبار عن استخدام لعبين او خراس مربع او مراكز وعانا مهاجم او وسط ملعب او مدافع فايلر انا عارض تحدثت معاه ومع مترجمه طبعا التصور عمري محب اه قال لي يعوده مستر فايلر انا داري الصحافة واعارف انا ممكن اقول ايه وممكن ما اقولش ايه لحد الان ما اكلمتش مع احد لحد الان ما قلتش انا عاوز لعيبة او قلت انا عاوز امشي لعيبة فقول لها كلاه ده صحفية وبنشط الصحفين ما حد يشكت بحاجة على التاني لان انا داري الصحافة من اول وفي الاخر وعارف امتى هتكلم وعارف امتى هسكت فانا ولا تربت لعيبة ولا قلت لعيبة هتمشي ولا قلت انا عاوز بركز معانا كل ده امر السابق الاول انا لسه بستكشف اه باقي لعب النادي الاهلي مركز فيه الفترة القادمة عشان اقدر احصد المزيد من البطولات ديك كل كواليس التمرين اللي مستمري على الاهي بنتكلم بقالنا حوالي ساعة وعشر داي يمكن امامي في تأسيمة يمكن في وسطة ملعب النادي الاهلي بطمينها سامي الأمير يجور كلها مبشرة بإذن الله بإذن الله يكون القادم افضل ينادي الاهلي بإذن الله يكون انتصارات الاهلي يوم اكتبت بإذن الله على الهريم السامي الأمير معا بساعد بيشارك في التأسيمة يا شريف ساعد بيشارك وبكل قوة ولسه داخل بخورة كده قوية مع صالح جمعة ممكن ناوكع في الارض بس امتني على طول ساعد بيقاطل عشان يحجز مكان فيه طبعا التشكيلة الفترة القادمة كل يا بنادي الاهلي محمد هاني أمامي متألق ممكن ناوكع الجيلاردو محمد محمود حسين السيد وليد سليمان ممكن القلب الضابة ممكن ناوكع في الاهلي ما شاء الله بصمع شهور يا بنادي الاهلي أجاهي لا يعني يا بنادي الاهلي ياسر إبراهيم أمامي كل لأ كل متألق فيها التأسيمة الكل بيحاول إذبط للراجل انه هو جدير الابتداء الفجن الحمراء وجدير أنه هو يحجز مكان فيها تشكيل رأسية فيها الوقرات المقبلة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يا شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز والمميز مرئيس القناة الأهلي شريف شعبان